بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أيها الأحبة أحببت أن أطرح معكم قضية التشكيك بإكرام الإسلام للمرأة أول شيء ينبغي أن نعلم أن نسبة الذين يعتنقون الإسلام في بريطانيا في السنوات الأخيرة نسبة النساء ضعف الرجال يعني لدينا ثلثي من يعتنق الإسلام من النساء والثلث من الرجال هذه إحصائية صادمة للملحدين لأن هذه المرأة المتحررة الغربية التي ذاقت كل ألوان المتعة ومارست حريتها على أوسع شكل عندما عندما عاشت هذه الحياة في ظل التحرر المزعوم وجدت نفسها بأنها سلعة في الإعلانات تجد النساء في الصفقات التجارية تجد النساء في البنوك تجد النساء تستخدم استخدامات تعيسة واستخدامات هابطة لا تليق بمكانة المرأة التي خلقها الله عليها الإسلام يجعل من المرأة هي الأم يجعل من الجنة يجعلها تحت أقدام الأمهات الإسلام أيها الأحبة لم أكرم المرأة أكثر من الرجل سنكتشف ذلك هذه المرأة الغربية عندما تقرأ عن الإسلام وهي تعيش حياتها التعيسة التي يعتبرونها سلعة والدليل على ذلك أن الاغتصاب في أمريكا وفي السويد وفي دول أوروبا وغيرها والهند وغير ذلك دول غير إسلامية لديهم نسب اغتصاب عالية جدا طبعا نحن لدينا في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي موجود نسب منخفضة أقل طبعا ولكن بين من هذا ينتشر ليس بين المسلمين الحقيقيين المسلم الحقيقي أيها الأحبة لا يمكن أن يلجأ إلى هذه الأساليب الخبيثة وبالتالي هذه المرأة عندما تقرأ القرآن تقرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تقرأ سيرة النبي وتجد بأن الإسلام أكرمها أول شيء بالحجاب هذا أول إكرام للمرأة أنت عندما يكون لك أو عندك جوهر ثمينة هل تتركها هكذا في العراء أم تحاول أن تغطيها وتحفظها وتبعدها عن نحن في المتاحف يقول لك ممنوع اللمس الآثار ذات القيمة العالية يقول لك ممنوع اللمس لماذا لكي لا تتشوه أو تتأثر أو تتلف إلى آخره في الأماكن حيث يعرضون في المحلات الأجهزة الحساسة يقول لك ممنوع اللمس مثلا فأنت عندما أكرمت هذه المرأة بالحجاب إنما عاملتها بإحترام وإكرام منذ اللحظة الأولى قبل أن تتبع تعاليم الإسلام وعندما أمرت الرجل أن يغض البصر عنها ماذا فعلت أنت أكرمتها أيضا لأن الإنسان أيها الأحبة إذا كان أمامه شخص كبير مسؤول كبير فإنه يعني يغض بصره يطقط رأسه لا ينظر إليه مباشرة مثل الملوك مثلا عندما تدخل إلى ملك فأنت لا تنظر إليه هكذا نظرة مباشرة تحاول أن تخفف من النظر احتراما له الله تعالى أمر كل مسلم قال له قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكالهم إن الله خبير بما يصنعون أمر الرجال أن يغضوا بصرهم عن النساء هذا الإكرام الثاني الإكرام الثالث أيها الأحبة أن آيات القرآن لا تطالب المرأة أن تعاشر الرجل بالمعروف بل تطالب الرجل يعني قال وعاشروهن بالمعروف لم يقل للنساء عاشرن رجالكم بالمعروف إذن الأمر جاء للرجل وهذا إكرام ثالث الإكرام الرابع فإن كرهتموهن فعسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا خاطب الرجل بهذه الصيغة القوية وقاء كأنه يقول له إياك أن تكره هذه المرأة بينما لم يوجه الخطاب للنساء لم يقل إن كرهتموهم أو عاشروهم أو كذا أو كذا أو كذا لو أردنا أن نعدد الآيات التي تكرم المرأة لرأينا الكثير حتى في شهادة المرأة أيها الأحبة التي للأسف اعتبروها دليلا على نقص عقل المرأة أو إساءة المعاملة مع المرأة أنا شخصيا عندما نظرت في هذه الآية واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء طب لماذا لم يقل رجل وامرأة فكروا فيها قليلا أنت عندما تستدعى لقاعة المحكمة القضاة الشرطة الشهود رجال النيابة الموظفون يعني موقف يوتر العصب موقف يعني يجعلك تهاب ويعني تخاف قليلا هذا الوضع الطبيعي والأحبة فالمرأة بسبب إكرام الله لها وحرص الإسلام عليها ونظرا لحساسية المرأة لأنها مخلوق عاطفي حساس سمح الله لامرأة أخرى أن ترافقها يعني قال لها لا تدخلي بمفردك لقاعة المحكمة بين هؤلاء الرجال لا فرجل وامرأتان يجب أن يكون هناك امرأتان تقفان مع بعضهما تؤنس إحداهما الأخرى بسبب توتر الذي تخلقه قاعات المحاكم وهذا شيء طبيعي أيها الأحبة يعني أي إنسان يدخل للمرة الأولى لقاعة محكمة يشعر بنوع من التوتر فقد ينسى معلومة قد يضل يتذكر معلومة أخرى فالمرأة عندما أنت تشعر بأن هناك من يتحمل جزء من المسؤولية لأن الشهادة أيها الأحبة مسؤولية هي مسؤولية تقع على هذه المرأة فعندما سمح القرآن لامرأتين أن تشهد وزع المسؤولية بينهما بالتساوي فيعطي هذا نوعا من الراحة النفسية للمرأة طيب هل هذا تكريم حتى أنت كرجل إذا تم استدعائك للشرطة وقيل لك مسموح أن تأتي بشخص معك هل تذهب بمفردك أم تأخذ أحدا معك ستأخذ لا أحد يذهب لمواقف كهذه قاعات المحاكم والشهود وكذا وهذه الإجراءات لا أحد يود أن يذهب بمفرده لذلك أيها الأحبة لم يرد القرآن يعني عندما كان رجلين فاستشهدوا شهيدين من رجالكم كان هذين الرجلين يتحملان المسؤولية ولكن عندما تعذر وجود رجلين كان هناك رجل واحد ولكن هناك امرأة فطلب القرآن امرأة أخرى أمر أن تكون اثنتين لتوزيع المسؤولية بينهما ولتخفيف ضغط والتوتر النفسي الذي تحدثه عملية الشهادة والوجود في أماكن المحاكم وكذا وبنفس الوقت خفف المسؤولية عنها الشهادة ما هي الشهادة أيها الأحبة هل الشهادة هي يعني شيء مثلا جميل كل إنسان يسعى لأن يذهب إلى المحاكم لا الشهادة أنت عندما يتم استدعائك لقاعة محكمة تشعر بثقل وبمسؤولية فعندما يتم تخفيف المسؤولية عنك خمسين بالمئة فهذا إكرام لك يعني إذا قال القاضي سأحملك خمسين بالمئة من مسؤولية هذه الشهادة أفضل أم أنه إذا قال لك سأحملك مئة بالمئة طبعا خمسين بالمئة أفضل لذلك أنا أعتبر موضوع شهادة امرأتين أيها الأحبة وحتى هذا كان على على مدى التاريخ فقط في الآونة الأخيرة ظهر بعض الملحدين بعض الملحدين وبدأوا بالتشكيك حاولوا أن يشككوا بالإسلام ذهبوا إلى تعاليم الإسلام وجدوها تعاليم رائعة جدا جاءت لمصلحة البشر ذهبوا إلى سيرة النبي وجدوها وجدوا أعلى أخلاق وأكثر شخص متسامح في الكون هو النبي عليه الصلاة والسلام أكثر شخص عفى عن الناس هو النبي لم يجدوا شيئا فلجأوا إلى هذه الجزئيات البسيطة وقالوا إن القرآن يهين المرأة عندما أمر بوجود امرأتين نحن نقول القرآن أكرم المرأة لأنه وزع المسؤولية بينهما وسمح لامرأتين أن تترافق كما قلنا لتخفيف ضغط الشهادة والمحكمة وكذلك ربما تنسى ربما تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قال تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وبالفعل المرأة تفكر علميا وتتذكر بعاطفتها وليس بشكل منطقي يعني المرأة عندما تتذكر ذاكرتها قوية جدا على فكرة ولكن مشكلة هذه الذاكرة أن العمليات الدماغية تتوزع بين نصفي الدماغ يمين ويسار بينما عند الرجل نجد التذكر فيه نصف محدد فتكون عملية التذكر لدى الرجل لا تتأثر بعاطفته عملية التذكر لدى المرأة تتأثر اليوم سوف نكتشف أن العلماء أيضا وجدوا أن قلب الرجل يختلف عن قلب المرأة بالحجم والعمليات الفيزيائية وإفراز الهرمونات ودماغ المرأة أصغر من دماغ الرجل بحدود 15% القرآن راعى هذه الأشياء قوة المرأة أقل من قوة الرجل حجم المرأة أقل من حجم الرجل هناك عوامل طبيعية خارج عن إرادة الطرفين فالقرآن عندما أراد أن ينزل حكما لا يمكن أن يحمل الرجل والمرأة نفس المسؤولية لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للنساء استوصوا بالرجال قال قال للرجال استوصوا بالنساء خيرا أمر الرجل حمله المسؤولية اليوم أيها الأحبة هناك بحث يقول بأن دماغ المرأة أقل من حيث الحجم من دماغ الرجل بحدود من 10 إلى 15% وطريقة عمل دماغ المرأة تختلف عن طريقة عمل دماغ الرجل وكذلك هناك اختلاف جوهر في طريقة التفكير وطريقة معالجة المعلومات وهناك اختلافات في الاستجابة للمؤثرات الخارجية هذه الاختلافات أيها الأحبة تثبت أن الذكر يختلف عن الأنثى ولا يمكن أن يكون متساويين هذا طبيعيا فيزيولوجيا هذا يضحض حجج الملحدين الذين يدعون للمساواة بين الرجل والمرأة لا يمكن الله تعالى يقول وليس الذكر كالأنثى فكل الاكتشافات العلمية اليوم تؤكد صدق كلام الله تبارك وتعالى حتى على مستوى القلب أيها الأحبة هناك اختلافات جوهرية بين قلب الرجل وقلب المرأة وأنا لدي هنا بحث أمريكي يفيد بأن الرجال والنساء الذين تجرى لهم عمليات زرع قلب أو زرع أعضاء تكون احتمالات الموت لديهم مرتفعة إذا كان المتبرع من الجنس الآخر يعني إذا أخذنا عضو لرجل وضعناه لامرأة أو أخذنا عضو من امرأة وضعناه في رجل فإن احتمال الموت يكون كبيرا لا يوجد توافق وأشار طبعا الباحثون من جامعة هوبكنز إلى أن يعني السبب غير واضح لكن قد يكون نتيجة اختلافات في حجم القلب حيث يعني يؤكدون أن قلوب الرجال أكبر حجما وهناك عوامل هرمونية ومناعية أيضا كذلك أوضح الباحثون أن المرضى الذين تزرع لهم أعضاء متبرعين من الجنس الآخر يزيد خطر الموت لديهم بنسبة 15% مقارنة مع أولئك المتبرعين من نفس الجنس لذلك الأطباء يمنح المريض يعني أولوية أن يتبرع له شخص من نفس جنسه وبخاصة إذا كان هناك عملية زراعة قلب طبعا أيها الأحبة جمعية القلب الأمريكية تقول هناك أكثر من ألفين عملية زراعة قلب في الولايات المتحدة كل عام ويشكل الرجال نحو ثلاثة أرباع المرضى سبحان الله يعني هنا نستطيع أن نقول أيها الأحبة نخاطب هؤلاء المشككين نقول لهم أنتم تزعمون بأن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الإنسان وأنه نشأ بفعل التطور الطبيعي وعلينا أن نراعي قوانين التطور عظيم لنفرض جدلا أن كلامكم صحيح ونقول إن الطبيعة أنتجت مخلوقين غير متساويين لا في الطول ولا في الوزن ولا في الشكل ولا في التفكير العاطفي ولا في حجم القلب ولا في حجم الدماغ ولا حجم الأعضاء ولا نوع الجلد ولا نوع الشعر يعني ولا حتى نوعية الصوت حتى العمليات التي تحدث في الدماغ تختلف أيضا بين الرجل والمرأة فالطبيعة التي تدعون أنها هي التي أوجدت هذين الكائنين الرجل والمرأة أرادت هذه الطبيعة حسب قولكم يعني أنا من كلامك أدينك أو من فمك أدينك أوجدت اختلافات لم تساوي بينهما أنت تأتي اليوم لتساوي بين الرجل والمرأة أنت تخالف منطقك الذي تتعامل به أنت تريد أن تفرض منطقا علينا يقول بأن الطبيعة هي التي طورت الرجل والمرأة بهذا الشكل وهي التي أوجدت هذه الاختلافات بينهما ثم أنت تأتي تقول نريد أن نساوي بينهما أنت تخالف قوانين الطبيعة التي أنت تؤمن بها هذا هو التناقض أيها الأحبة لماذا أنا أحذر من موضوع الإلحاد لأنه يحدث تشويشا في الدماغ مجرد أن تكون ملحدا فأنت متناقض وهذا الأمر أكدته دراسة في جامعة هيلسينكي مؤخرا وجدت أن الملحدين يقولون عكس ما يبطنون وأن الملحد يعيش في تناقض الدائم والقرآن أكد هذه الحقيقة عندما قال تبارك وتعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج مضطرب أمرهم مضطرب لذلك أعلى نسبة انتحار نجدها بين الملحدين أعلى نسبة اكتئاب نجدها بين الملحدين أعلى أعلى نسبة عدم رضا عن الواقع نجدها بين الملحدين هذا التناقض الذي تعيشونه أنتم مع أنفسكم لماذا تريدون أن تفرضوا هذا التناقض علينا وتقولوا يجب أن نساوي بين الرجل والمرأة تماما إذا كان تكوين المرأة يختلف عن تكوين الرجل فطريا وطبيعيا وفيزيولوجيا ونفسيا أيضا المرأة تتحمل الاكتئاب أكثر من الرجل بعدة أضعف لأنها مهيئة للولادة والإنجاب والاكتئاب اكتئاب ما بعد الولادة يسمى وتتحمل الضغوط النفسية أكثر بكثير من الرجل طيب المرأة إذن تختلف كيف تقولون نريد أن نساوي بينهما لذلك أيها الأحبة أدعوكم دائما أن تعودوا لكلام الله تبارك وتعالى أخي الحبيب إذا أردت أن تتعرف على الإسلام لديك القرآن اترك هذه الشبهات وهذا الكلام التافه الذي يقوله هذا وذاك اقرأ القرآن وانظر كيف أنك تجد أن هذا القرآن جاء لمصلحتك حرم عليك الخمر حرم الربع حرم الميسر حرم الزنا حرم الفواحش القمار حرم عليك كل ما يضرك أمرك بكل ما ينفعك أمرك بالصلاة لأن فيها رياضة وفيها مشي إلى المساجد وأمرك بالزكاة لأن الإنفاق فيه سعادة للإنسان وله فوائد طبية أمرك بالصيام وقد ثبتت فوائد الهائلة للصيام كل ما أمرك به الإسلام فيه خير لك لماذا تترك هذا القرآن بتعاليمه الرائعة ثم تذهب لملحد لا يفقه آية من القرآن لا يستطيع أن يقرأ آية من القرآن بشكل صحيح ثم تأخذ منه المعلومات لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمختلف فيه من الحق ونختم بقول الله تعالى هذه الآية ينبغي أن نقولها دائما تساعدنا على تثبيت الإيمان والنبي كان يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والله تعالى علمنا أيضا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر